السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة تعليم إصلاح مكينة الخياطة اليوم اراني ديركم ديجا بليزير فيديو على هاد الماشين ومازا نزيد ناقلت لكم على الماشين كيفاش السبب تكون قطع لكم الخيط تبعوني باش تعرفوه وكل شي اللي فيديو ركاينين كيفاش بنجمو تريباري ولماشين انتاعكم السبب الاول اللي يكون قطع لكم الخيط اللاماشين هي البلوك هاده وين يكون الكروشي وبرتقانات تكون عندو واحد لاريش كما هاده الى كانت مضربة بالابرة غادية اللاماشين تاكم ما تخيلش دفاع ما تشوفوهاش لازم تأكدو ما هاده تكون تسال مهنة ما تكونش مضربة بالابرة هاده السبب الاول اللي يكون قطع لكم لماشين الخيط والسبب الثاني توجد تأكدو من اللاريش هاده يتكون في هاد البلاصة احنايا كما هاده نوريكم كما هاده تكون هاده في هاده كما هاده هاده تشوفوها معايا اللاريش اللي كانت مقروضة من اللي احنا ولا من اللي احنا نهت غادية لاجدت غادية نهت تجدع لكم الخيط مردتش هاده كيفاش تكون سالمه هنا يا ما تكونش مقروضة الا كانت مقروضة غادية الخيط تغطع لكم والثالت حاجة لابرة الى كانت عمود الايبرة هذا الى ما كانت كان حابط بزاف غادية لابرة توليت من جرد لكم لازم يكون فادة الى حد هنا يكون عمود الابرة هنا يكون نشان في هذه البلاسة وإذا كان هناك عمود الابرة سوف تقوم بجرد الخيط وإذا كان تطلع كما هكذا سوف تقوم بجرد الخيط كيف تنجموه او تطلعو عمود الابرة حاجة سهلة تجروا هنا في اتجاه هنا تجروا عندكم واحد تقبض هدي تشوفو هنا اشتركوا في اتجاه اشتركوا في اتجاه اطلعو الابرة سوف تقوم بجرد من الأسف ثالث واربع يكون تجرر هذا الابرة بجرد خيط تحكم المكان الصحيح ومن يجب أن تكون لديكم مشاكل لديكم مشاكل يجب أن تكون لديكم مشاكل بالنسبة للتنسيون يجب أن تقلعكم كما هذا زاجة يعقش كما هذا ثم سأعملوا كما recommendations ثم سأ размер هذه طريقة سهلة وتعقروا اتنسى ان تركبوا هناك حاجة سهلة يدروب سيانة لهاد لما يدروب الكروشي بعد تاريكة كما هكتا نباد تبتوها على هذه تاريكة سهلة على على تدروب تاريكات ثم ترتبط هذه هي الطريقة حيث تركبوا هناك من القرصة منها سنتبع القناة ان شاء الله سوف يتعلم ويجب أن تعرفوا الحركة كيف تكون تخدم باش تنجموا تصلحوها بوحدكم وليس حاجة صعبة إلا تفرجوا الفيديو وان شاء الله تقولوا تصلحوا هذا المشين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته